مرحبا بكم مجديد في هذا الجزء الأخير سعيدة باستقبال أحمد ونيس وزير الخارجي الأسبق أهلا وسهلا بكم سهلا نور سهلا شكرا لك على تلبية الدعوة مضوع نقاش الانتخابات التركية التي تخطف الأنظار متابعة حثيثة لها ولنتائجها بش نبدأ معاك بعض لحظات سيد أحمد ونيس لكن قبل ذلك خلينا نشوفوا مع بعضنا خريطة التصويت حسب الولايات لكل من أردوغان وأغلو نبدأ بالمترشح الأول أردوغان اللي فاز في 51 ولاية ونذكروا اللي أردوغان خسر أهم ولايتين هما إسطنبول وأنقرة وسيطر على مدن الوسط والشمال أبرزها كونيا فاز في ولايات تضررت من الزلزال مثل أورفا وغازي عنتاب أما بالنسبة للمترشح الثاني كمال كليجدار أغلو فاز في 30 ولاية تقريبا فاز في جميع المدن في شرق تركيا وبعض الولايات في الجنوب الغربي كما فاز في بعض الولايات اللي تضرت من الزلزال مثل هتاي وأظنى هذه آخر المعطيات حول خريطة التصويت بالنسبة للمترشحين اللي مروا للدورة الثاني سيد أحمد ونيس وزير الخارجية الأسبق كيف تبعت هذه الانتخابات مسألة هل كان منتظر مسألة المرور إلى الدورة الثانية في هذه الانتخابات الرئاسية كالسابقة أولى في تاريخ الانتخابات التركية صحيح يعني هي ظاهرة من ظاهر الديمقراطية أنها ما تقعدش دائما في تقليد تكليف أي رجل سياسي بأغلبية واضحة من الدورة الأولى لأول مرة تركيا في انتخابات رئاسية زعزعت التقليد هزايا وهو ظاهرة من ظاهر النضج في تبني النظام الديمقراطي بالنسبة للمجتمع التركي وأعتقد أنه ظاهرة صحية معناها الزعيم اللي يحكم بلاده بمدة عشرين سنة منذ الفين وثلاثة بصيفته رئيس حكومة عشر سنين ثم بصيفته رئيس الجمهورية عشر سنين يعني نيابتين كونه يحس بالزع دعا ويحس معناه بيقضى مش عجب مطالبات عميقة اللي هو أغفلها هذا مهم معناه في ما يخص المجتمع التركي وفي ما يخص مستقبله يعني الرجالات السياسية كانت تلجأ إلى العسكر معناها تقوم معناه بانقلاب لصالح حاكم عسكري ولما يأتي مدني فهو يحكم بأغلبية واضحة الظاهرة الحالية مركبة ليس بسيطة لأن حزب إردوغان تحصل على أغلبية واضحة في البرلمان في نفس اليوم بذلك اللي وقع معناها كسر الخمسين في المياه لصالح زعيم الحزب هدائي لكن تحصل على أغلبية في البرلمان بحيث الاقترابه من خمسين في المياه وممكن أكثر يكون له حضوض أقوى من غيره لأن لو يصعد زعيم المعارضة كمال قلشدار أغلو ماهوش بشي يلقى أغلبية في البرلمان بحيث هذا معناها تركيبة ديمقراطية دقيقة ثم ما نتمنيوش أن التركيا في الظرف الحالي وفي التقلبات السياسية الحالية تدخل فيها معناها ائتلافات سياسية لو تدخل حكومة ائتلافات بش تكون معناها الطعم فيها يتيسر يكون سهل لماذا؟ لأن بش تعيش ظرف معناها اقتصادي صعب واليوم تركيا تمر بظرف اقتصادي صعب والليرة التركية ساقطة معناها ضعافة والتدين معناها نسبة الدين بالنسبة لتركيا ضخم والأغلبية معناها الاشعاع الرئيس اللي كان أقوى قمت بداية ضرب بحيث الانتقال بش يكون دقيق والحكم اللي ما يكسبش أغلبية في البرلمان بش يكون مضعضع بحيث استقرار تركيا بش يكون صعب واليوم استقرار تركيا عنده معنى كبير لأن الأوروبا تعاني في حرب وما بعد الحرب بش يكون أظن نظام عالمي جديد وتركيا جات ما بين أوروبا وآسيا ما بين أوروبا الغربية وروسيا في ظرف معناها في موقع جيوسياسي دقيق كذلك سيد أحمد هنيس كيفش تفسر أنه أردوغان خسر في أهم ولايتين نحكيه على إسطنبول وعلى أنقرة لكن في نفس الوقت سمحني فاز ببعض الولايات أو صوتت الولايات متضررة من الزلزال وأنت تعرف الرجرة السياسية اللي عملها الزلزال المدن تكون دائما ميالة إلى معنى التحول معنى على الحكم المدن الكبرى النخبة معنى بالنسبة للحاكم اللي يقعد عشرين سنة طبيعي وأن إسطنبول وأنقرة والمدن الكبرى تحب النفس الديمقراطي وتحب معنى التعاقب على الحكم وطبيعي أن المعارضة معنى كانت مشتة وحدة صفوفها وست أحزاب اختاروا زعيم لهم وهذا نرج بالنسبة للمجتمع التركي وإن شاء الله تكون عدوى شريفة بالنسبة للديمقراطيات الإسلامية الأخرى على كل الميزان الديمقراطي قاعد يتعدل وإسطنبول وأنقرة مرشحة معنى لي الطعن في زعيم يدعي بنيابة خامسة ما نقوله معنى بوتفريقة طلب نيابة خامسة قامت عليه القيامة وخرج بحيث طبيعي وأنه في المجتمع التركي معناه القايد اللي يقعد عشرين سنة وهو مدني ما هوش عسكري أنه يتعرض إلى زعزع سياسية ذات شي طبيعي فضل أسألتكم لوتشي واخليفة وكم ناخذوا رمزية أخرى في هذه الانتخابات بالذات نحن في الفين وثلاثة وعشرين التاريخ هذا مش تحتفل به تركيا بأحياء ذكر المئة لتولي الأب الزعيم كمال أتاتورك الرئاسة رئاسة تركيا لأول مرة في الف وتسعمائة وثلاثة وعشرين بعد الإتاحة بنظام الخلافة اللي استمر قرابة الخمسة قرون ومن هنا كل مترشح يسعى أنه يكون هو الفائز حتى يلتسق ذكره بالأب المؤسس كمال أتاتورك أو أب الشعب كما يولاقبونه في تركيا لكن نحن سي أونيس نعرف اللي أردوغان في بدايته وقت اللي كان رئيس بلدية أكيد ركت عرف اللي أموريدي أكثر منه عمل الوقت كان خطاب قال فيه الفين وثلاثة الفين وثلاثة مساجدنا ثكناتنا صومعاتنا بنادقنا وقبابها دروعنا أو خوذاتنا وكان خطاب يعني مدوي حتى أنه تم سجنه بعد شد شد رئيس حكومة شد رئيس تركيا وشفناه في الانتخابات البلدية كيف انقلب على النتائج في كبرى المدن التي انهزم فيها حزب لم يكن رجلا ديمقراطية بل تصرف كأي ديكتاتور لم يقبل بنتائج الصندوق واضطرت تركيا إلى إعادة الانتخابات معنى هذا أنه هذا الرجل الذي حكم تركيا على امتداد عشرين سنة وغير يعني نظامها السياسي من برلماني إلى رئاسوي مطلق يعني كان تقري وتشوفي السلطات منطع الرئيس التركي حاجة ما تلقهاش حتى في جمهوريات الموز كيف يتحكم في القضاء يعين القضاء يتحكم في مجلس النواب يعني حاجة صراحة لا تليق بتركيا اللي كانت أمس في اللياب تحلم بانضمام إلى النادي الديمقراطية الاتحاد الأوروبي اليوم الإدارة العميقة هي إدارة أردوغان نحن شفنا وكالة الأنظول كيف سارعت بإصدار نتيجة مغلوطة قالت سيئة رو تعدى معنا يورابادو دوزيام تور رو سيئة هو بريزيدون نحكوا علىها وكانت الأنباء الرسمية يعني أجهزة الدولة الإعلان القضاء كل اليوم بيد أردوغان واللي هي الدولة العميقة راي كلمة الدولة العميقة خلقوها معناها لا تراك دافيد أغلو هو اللي حكي عن الدولة العميقة اللي هي الجيش التركي وكانوا في البداية خايفين منه لا ينقلب ويعاود مرة أخرى ياخذ الحكم خذائوها الأخوان جيه عنا لهنا ويوصفوا فيها في الدولة العميقة عنا أكثر من هكا حتى بعض اليساريين ولا يستعملوا فيها العبارة هل معنى هذا أن أردوغان لو انهازمه سيقبل بالخروج من رئاسة تركيا أم أنه ربما تكون فما سيناريو آخر يبدو لي أن أردوغان دخل هذه الانتخابات وهو متأكد أنه سيكون رئيس تركيا والدليل أنه حزبه رغم الانهيارات الاقتصادية هو الذي فاز في هذه الانتخابات يجيبك لطفي سيد الحمد المنيس وخليك تجيبه بعض الفاصل سؤال طويلة مهم لكن بعض الفاصل